السلام عليكم ورحمة الله. شكرا و أشاءتكم بخير و صحب و سلامة. حياكم و الله في موديو الممبرين. ارتفاع مرة آخر. تكمل السيشون الثالث. اللكتور الثاني. اللي راح يكون بعنوان ريستينج سيل ممبرين. وياكم أحمد أو ميلا. وديزانر المار هاي المحاضر راح يكون آلاء عادل. باللكتور اللي راح تعلمنا شن هو الممبرين بوتينشيال. تعلمنا وجمع من المفاهيم. أول شيء ما هو الممبرين بوتينشيول ثانيا شنو الشحنات اللي يتكون الممبرين بوتينشيول هميا نتعلم شنو التطبيقات مالثة يعني شنو استفاد من عنده النقطة الثالثة شا تعلمنا أيضا تعلمنا شنو هن الأشياء اللي تسمح بحركة هذان الشحنات اللي هن الأيون تشنل أو الأيون بوريز أو البروتين تشنل والنقطة الرابعة شنو كانت شنو كانت بعنوان شنو هنالدرايفينج فورس شنو هنالدرايفينج فورس اللي يتحرك هذان الشحنات الموجبة والسالبة بالأيون تشنل النقطة الخامسة تعلمنا بيها شنو الأكوليبريوم أو مثل ما سمينا نيرنست وهميا أخذنا فدمسألة عالية وهميا أطيناكم الكوز خفيف لطيف على نيرنست وطلبنا منعتكم أنه تحلوا تعلمنا معظم المفاهيم المهمة اللي يتخص الريستينج ممبرين بتنشيل أو الممبرين بتنشيل مو ريستينج ممبرين بتنشيل تمام؟ بهالي محاضرة راح نسولف أكثر على حالة الريست هسا انا علمتك شنو الممبرين بتنشيل هسا رح نسولف لك على الريست罕لة الografية بممبرين بتنشيل الآن نحن نأخذ الحالة الاعتيادية إن شاء الله بالمحاضرة الجائلة سنأخذ الأكشن بالموتينشيل أهمياً سنلطب هذه المحاضرة مجموعة مقدمات عن الأكشن نتعلم مجموعة من المفاهيم البسيطة ومعظم الإسلادات عبارة عن إعادة من المحاضرة السابقة فبدون من نطول خلينا نفوت يقول لك الريستنغ ممبرين بوتينشيل انطاك التعريف مع الممبرين بوتينشيل بس ضاف لعليه شنو؟ ريست ضاف لعليه تعريف الريست يقول لك الريستنغ ممبرين بوتينشيل اكروز بلازما ممبرين افا نورمال living cell وانه الريستنغ ممبرين بوتينشيل يقول لك لأنه عبارة عن الممبرين بوتينشيل تمام مالة الخلية لما للخلية شنو؟ ما تكون استيمليتات ما تكون فعالة متستيمليتات ما تكون فعالة يعني العصب مشغل مدينقل سيجنالي المصل مشغل ما تتنقل لتخلص على سبيل المثال ما تتنقل تخلص فأذن هنا شنو؟ المنبرين بتانشيال أو الخلية نوت استيميلايتد ما متفعلة فالمنبرين مالتي بحالة الرئيس فاسميه ريستنج ممبرين بتانشيال أر أم بي يقول لك is always expressed as the potential inside the cell relative to the extra-serial solution طبعا هنا المفروض نضيف له when the cell is not stimulated ليش لأن إذا ما نضيف هذا سيصبح تعريف المنبرين بتانشيال يعني بدون هذه العبارة سيكون تعريف المنبرين بتانشيال هو عبارة عن المقارنة ما بين الشحنات في داخل الخلية إلى خارج الخلية إذا أضيف له when the cell is not stimulated يعني بحالة الرئيس ما رح تكون تعريف المنبرين بتانشيال رح يكون رئيستنج ممبرين بتانشيال أتمنى فهمت الفرق ما بينها هنا حاط لك صورة جاء بمايكرو إلكترود حاطة ماين بالساتوب لازم وحاطة بالإكسترسير الفلود وهنا مؤشر لي على السالب 80 طبعا هو مالات الخلية سالب 80 سالب 85 سالب 75 سالب 70 يعني يختلف أكو فد فارييشن حسب الخلية حسب طريقة الحساب أكو عندي طريقة حساب رياضية وأكو عندي طريقة حساب باستعمال جهاز تينات سن رح امر عليهم بهاي المحاضرة فخافوا تشوفك اختلاف المصادر يعني لا تسوي بها بأنه اكتشفنا خطأ بمصدر اكتشفنا خطأ مازال لا لا هن اصلا كلهم يعني فارييشن قوي ليش لأن هن يعتمدن على الايون ديستروبيوشن اللي هو انتشار الايونات مثلا لكو مصدر يقول الصوديوم بالخارج مئة وخمسة واربعين وكو واحد يقول مئة وثلاثين فهذا الايون ديستروبيوشن مختلف حسب المصادر فباختلاف الايون ديستروبيوشن ستختلف الشحنات اللي متكونة عدي فبالتالي ستختلف الريستنج ممبرين بوتنشل ممبرين بوتنشل ازا جنرال هنا رجع يحتي لك شنو الوريجن مال في الريستنج ممبرين بوتنشل انا شرحت لك بذيتي المحاضرة بأنه انا عندي خلية تمام اكون عندي بوتاسيوم رح يكون عنده قوة تسحب للخارج وقوة الدخل للجوه زيان الكيميكال هي رح توديه لبرا والالكتريكال هي اللي رح تسحب لجوه وعدي الصوديوم مالتي تيناتين رح يدخلوا لجوه سواء كان كيميكال او الكتريكال فبما انه الصوديوم البرميابول في مالته ضعيفة فالريستنج ممبرين بوتنشل رح تكون قريب على البوتاسيوم البوتاسيوم مش قد النيرنست ماته سالب 94 والصوديوم موجب 63 عفوا زيان فنتيجة لتأثير الموجبية مالة الصوديوم رح يقل هذا ينزل لسالب 75 سالب 80 سالب 85 يعني على حسب بس ما رح ينزل لهواي السالبية مالته رغم بانه الصوديوم الثياناتين بغتوفون القوى الثياناتين بغتوفون صوديوم لك شطر şöyle لدي لانه هو البرميابول في مالة الصوديوم ضعيفة من هو البرميابول في مالته قوية شنل للأمراف كان لدينا البرميابول في مالة الصوديوم سالب 30 سالب 10 صفر موجب 10 يعني هالشكل بس لأن البرميابول في مالة الصوديوم ظعيفة رح يكون شقط سالب 75 هذا كل شيء شهنا بديش محاضرة الآن سأرجع عدة مرة أخرى يقول لك سينتقل عندي البوتاسيوم نتيجة للدونهول فسيسوي لي نيرنس ما تشجد سالب 94 والصوديوم همي سينتقل نتيجة الدونهول سيكون موجب 61 أو 63 حسب يعني ها قلت لك تختلف حسب انتشار الأيوانات وهميا عندي صوديوم بتاسيوم بمب هميا تسوي لي فد بوتينشيال معين اللي هو سالب أربعة فبالخلاصة رح يكون عندي فد ريستنج للخلية اللي هو شقد رح يكون سالب ستة وثمانية سالب 75 يعني حسب سيكون لك همي أنكو عندي لارج أناون أكو عندي إمبيرمابل بروتين إنسايد السيل أكو عندي كلورايد همي بالإنسايد فهذا يكون لنا اللعبا في الدور كل مهم ودور كل أساسي بعملية تكوين الممبرين بوتينشيال والريستنج من بوتينشيال بصورة سبيسيفيك يقول لك بالخلايا الحقيقية أن الريل سال أنا بديش المورج قلت لك عندي خلية تتعامل مع البوتاسيوم وعندي خلية تتعامل مع الصوديوم بالحقيقة لا يوجد شيء هذين المثينات الموجودات أنا لازم يكون لدي خلية تتعامل معهم الثينات زيان أنا قانون نيرنست أنا من كتب قانون نيرنست ما هو قانون نيرنست تذكره تساوي إي كيو تساوي أو نيرنست يساوي مثلا للصوديوم يساوي موجب واحد وستين على زت طبعا هذة هي إشارة الآيون يعني سواء موجب واحد وثنين سالب واحد وثنين وغيرها مضروب في وقالنا بأنه إذا الأيون سيكون سالب ببتلكلور على سبيل المثال ستضع علامة السالب والإن ستصبح هنا والآوت ستصبح هنا سينقضوا بها ملاحظة قناها فيتش المحاضرة أتمنى بأنه انتبهتوا عليها هذا هو قانون نيرنست قانون نيرنست بيقول لك بأنه أنا أخذ مالة الصوديوم بالآوتسايد وبالإنسايد مثل أنا بالخلية الحقيقية أنا لا أتعامل فقط الصوديوم أنا أتعامل مع البوتاسيوم مع الكلور مع الكاليسيوم مع غيرهم هذا أني كلهم شنون أنا أحطني بهذا القانون ما ألهم مكان فنيرنست يتعامل مع الخلية على مدى يشوف الآيون واحد أنا أحتاج قانوني يتعامل مع أكثر من أيون مو أيون واحد لأن الخلايا الحقيقية تحتاج أكثر من أيون فيقول لك هنا هناك إستعمل قانون اسمه لأنه هناك أكثر من أيون مو أيون يقول لك أنا ما عندي فتشي بيرفكت لأن عندي أكثر من أيون أكثر من نوع أيون فيقول لك هنا لازم أنا أستعمل قانون اسمه هذا القانون فقط راح نشرحه ماكو عالية يعني فهد مسائل بس تقدر تحله تمام ومن تحله راح أنطيك ملاحظة ما أخذها من المصدر قاعدته وملاحظة يصلا موجودة بكل المصادر بس يعني شون وصل لك الفكرة هي موجودة بكل المصادر بس ماكو مصدر مطيح تفسير صحيح مجرد فرضيات حتى مو نظريات يعني تمام فهذا القانون شي قولك يقولي إقول لك أنا راح اجي هذا القانون شاح يحسب良ي راح يحسب لي الريستانج ممبرين بوتين شيل ذاكي شي يحسب يحسب اليكل著 ما الأيون الواحد هذا يمرة كلها كل большой تمام فشنو القانون يقول لك القانون كلافية يساوي بس خلاvet أكد من شاغلاهован أعلى آه يقول وكو القانون يساوي ذي أم يساوي دعني ننزل هاي يقول واحد وستين أحزت لا ما أحزت ليش ما أحزت لاني مدعا تعاملوا واحد آندا عادة آيونات فالواحد وستين رح يكون مضروب في لوقاريتم ونفتح بسط هذا البس أو نفتح كنسر هذا كنسر سيكون جدا ضويل شرح يكون لحجيب الآيونات ماتي أسطرها رح أقول تركيز الصوديوم شنو الصوديوم موجب فإذا رح أقول أوتسايد مضروب بالبرميابولتي مالة الصوديوم زائد تركيز شنو البوتاسيوم موجب فإذا أوتسايد مضروب بالبرميابولتي مالة زائد زائد تركيز الكلور سالب فإذا رح أقول إنسايد تمام حسب الملاحظة ما تمال قبل شوية مضروب بالبرميابولتي مالة هنا ش harcil ما المقام رح يكون نفسه لكن هنا تركيز الصوديوم رح يكون إنسايد والبرباميابولتي نفسها تركيز البرميابولتي المثار تركيز البوتاسيوم رح يكون إنسايد والبرميابولتي نفسها ولكلوريد رح يكون Desert Guide والبرباميابولتي نفسها فهنا وصلت لك الفكرة مع القانون جولد مان هوتشكين كاتس إكويشن هذا القانون إش أستفاد من عنده أستفاد من عنده حتى نحسب الريستنج ممبرين بوتينشيال حتى أنا أتعامل وكأنه الخلية تتعامل مع أكثر من أيون في وقت واحد تتعامل ويا الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد في وقت واحد تمام زيان هذا صحيح سيحسب الريستنج ممبرين بوتينشيال بس يقول لك هو ليش سمو جولد ممبرين جولد مان هوتشكين كاتس إكويشن هذول الثنيين دول العلماء واحد اثنين ذول سوولي تجربة جابوا أكزون مالة لارش سيكوت حبار عملاق أو أغطفوط عملاق وسبوا عليها تجربة لاحظوا أنه البرميابولتي مالة ظن الأيوانات تتغير حسب الحالة مالة الممبرين يعني إذا كان بحالة الريست أكو عندي أرقام ثابتة إذا سوينا أكشن بوتينشيال الارقام رح تتغير تغيير مهول يعني الصوديوم الصوديوم البرميابولتي مالة يمكن كانت يمكن صفر بوينت صفر أربحة تمام فجأة لربما تصير أربعمية بحالة الأكشن بوتينشيال فهذا الانتقال الضخم هذا الانتقال الضخم حط للبرميابولتي فد شيء أساسي بحساب الريستينج ممبرين بوتينشيال بدون البرميابولتي ما أقدر أحسب ريستينج ممبرين بوتينشيال لأن البرميابولتي في لحظة معينة في خلية معينة تمام لجسم معين رح تختلف بحسب الحالة الله ستكون مختلفة السيارة ستكون مختلفة حسب الجسم حسب نوع الخلية وحسب حالة الخلية هل هي حالة دعاء حلو correctly حالة إستثارة ع مدودة بحالة الأكشن đấy هي حالة تبغيار الضخب Gal up هي حالات الربي هادة أساكرة كافية شرعها الموكسي تغيير تتغير من هذا الرقم إلى هذا الرقم أو ترجع من هذا الرقم إلى هذا الرقم فاعتبروها في شيء كلش أساسي فحطوها بالقانون ما الجولد مان هوتشكين كاتس إقوائشن بدونها أنا ما أقدر أحسب الممبرين بوتينشيال وسبيسيفيكلي الريستينج ممبرين بوتينشيال ويقول لك هميا مع هذا مع هذا أنا ما عندي تجربة حقيقية على الإنسان أعرف بيها شقد مقدار تغيير البرميابولوتي بكل الحالات شقد ما أحاوله ما أقدره يعني هاي هذا مثال قوي ومسوي على الأقطبوط لعدل الإنسان وين بالموضوع يعني تخيل سواء على الأقطبوط وفرحة بهذا الإنجاز لدرجة تسمى المعادلة على اسمهم على موضة تجربة مالتهم اللي هي أصلا ما تخص الإنسان لعدل تقدر الموضوع صعب فإذا أنا ما عندي فتشي ملموس على تغيير البرميابولوتي بالنسبة لجسم الإنسان ما عندي أي شي ملموس على تغيير البرميابولوتي زين هنا إيش راح تقول لي راح تقول لي أنا إذا أجي أريد أحل هذا القانون تمام شلون أنا راح أحل راح أقول لك تقول لي بأنه أنا ما عندي البرميابولوتي ما تفعله هم سأقول لك أرى البرميابولوتي بالنسبة لك مالت البوتاسيوم بالنسبة لك أكثر من الصوديوم حسب ما أذكر أيضا؟ أكثر من الصوديوم وب25 مرة فتقدر تكتبها في 25 وصوديوم تكتبها في 1 أو تضع أرقام حقيقية ما تقول؟ تقول البرميابولت مربوتاسيوم واحد والصوديوم 0.04، تمام؟ تمام، هاي إذا أنا جيت أردحلها، وطبعاً حتى هنا، أنا أرى كاتب على التراكيز، هو خطأ مرفوض هنا تلكتب، والتراكيز تأخذها من المحاضرة السابقة، من الرفرنس مالتنا، هاي تراكيز مالتنا، زين، البرميابولت هنا بالمقام وهمين نفس الشي، 0.04، حساني حليت لك المعضلة من هذا الجزء من الكسر كله، زين، الكلورايد، أخونا بالله اللي ما أحد مهتم له، هذا ويا، زين، ما يتخذ من المعادلة، أوكي هو مكتوب بالقانون، بس ما يتخذ، ما لديتش الإعارة والأهمية القوية والعلماء مختلفين ليش؟ لاحظوا بأنه مناني أحط الكلورايد ما رح يطلع لي فد رقم قريب على الرئيسينج مبريم وتيشيل الصحيح اللي يعني أحسب بالأجهزة، لازم أؤخر الكلورايد يطلع لي فد رقم صحيح، وهم مختلفين عليها، مثلاً قايتون يقول لك بأنه هو ما يقدر يغير البرميابولت كما تب شكل صحيح أو ما يقدر يغيرها بشكل سريع حتى يتناسب مع الأكشن بوتينشيل، مع الفايرينج، تمام؟ أو أكو كتب ثانية شي ترجح، ترجح بأنه هي صغيرة جداً، تمام؟ وطعوني هذا كلام مو صحيح، وكل واحد ينطي سبب، وكل واحد ينطي تفسير، بس معظمهم يقولون بأنه هاي فرضية أو نظرية، ما ماكوش يفد مثبت علمياً، يعني برميابولت مالكلورايد مختلف عليها، بس اللي أنا أريد أقول له، إذا تريد تجي تحسب هذا القانون، تريد تستعمله حتى تطلع ريسك ممبرين بوتينشيل، أو ممبرين بوتينشيل بصورة عامة، لأنه مثلاً البرميابولوتي، هسا نطلع تلك أرقام من الرئيس، البرميابولوتي تتغير، والكونسلشل همين تتغير، تمام؟ إذا لقيت أرقام للتغيير، حطهم، راح تحصل ممبرين بوتينشيل بلحظة التغيير اللي تتريد تحسب به، زيان، بس بكل الحالات الكلورايد ما تستعمله، وقلت لك بأنهم مختلفين على سبب، ما لأنه ليش الكلورايد ما تستعمله، حالياً عدنا السبب الأقوى، يعني أ أفضل الموجودين، وهو تفسير قاعدة عنه، الذي يقول لك بأنه لا يستطيع غير البرميابولوتي مالتا بشكل سريع، عكس السوديوم، لاحظت السوديوم كمية الفرق الجبار بالبرميابولوتي مالتا ما بين الرئيس والأكشن فهذا السبب أن لماذا الكلورايد أنا لا أستعمله، فأطلتك الفكرة مالتا، والحساب مالتا، كيف تحسبه؟ أطلتك أرقام الرئيس، وقلت لك بأن الكلورايد يتمش، يبقى الباقي عليك، تريد أن تحسب بعض على الشيء أنه راجع لك إذن، أيضا، هناك أطلتك القوة المياه، وقالبين الإنساة والأكشن، فأنت تريد أن تعتمد على القانون الأول، أسهل لك، حتى ترغم على الملاحظة مايرتا، تحلمنا هذه المحاضرة ما عدت على المهند السوديوم تقول أن الشخص يقل على المساعدة عن تكرسات الممبرين لنكون هناك إيجاب المحاضرة مع التكرسات الممبرين، سيكون مثل هذا كلامي، وتكمل السوديوم الرابع، وترجع إلى السوديوم الثالث، تقرع كلاميه، ستستوعظه ماذا تتغير البرميابولتيا بين الرئيس والأكشن بوتينشيال وماذا هو الأكشن بوتينشيال؟ ربما أنا لصيتها عليك، ولكن أنا مجبور أن تطيق هذه الملاحظات لأنها متعلقة بالموضوع. عندما ستدرس الأكشن بوتينشيال وتأتي في فترة المراجعة وتقرأ هذه الملاحظات، ستفهمها. ستفهمها يعني، بحيال الله. فهذا نحن قمنا هذا السلايد، سوف يرجع لنا مراجعة. يقول لك نالنس شنية؟ فالينرنس هي FNs التي تخدمنا بحيات المتحنا التي ترتبط على معرفة في البرمانا،hernosbilled 연 الزمان إكويشن لحظ تخدمها على مد أحسب البوتينشيال، ليس الريستينج ممبر البوتينشيال الآن لرما ما في بعض اللحظات قلت ريست مدرشينه هي تساعدني أحسب الريست وتساعدني أحسب فوق الريست وجوه الريست وبحالة الأكشن تساعدني أحسبهم كلهم تمام فهي تعتمد أنه هل أنا حصلت معطيات يلو تعال حسب يعني خلنطيك مثال خلنطيك مثال زين عفوا هنا أنا عندي الخلية ماتي سالب 75 زين هاي حالة الريست أجي أنا أحسب أستعمل غولد مان هوتكين كاتس إكويشن زين أقدر أحسب هاي السالب 75 لأن حصلت البرميابوليتي مارت الخلية بهاي اللحظة وحصلت الايون كونستريشن ماتة بهاي اللحظة فجأة تساعدت تساعدت سويت لأكشن بتينشيال إشقاط صارت صارت موجب 30 على سبيل المثال إذا أنا حصلت بهاي النقطة البرميابوليتي والكونستريشن كونستريشن مالتي تمام همين راح أقدر أستعمل غولد مان هوتكين كاتس إكويشن حتى أحسب المنبرين بتينشيال بهاي اللحظة أو أحسب بهاي اللحظة المهم أحصل المعطيات مالتي ذلك سينياً وشنو الكثلورايد أستبعد يعني أتمنى وصلت لك شنو الفكرة بس هي الفكرة أنه صعب أن يحصل البرميابوليتي بأكثر من اللحظة سب الله الكونستريشن مقدور علي بس البرميابوليتي لا ولهذا السبب يعني هو أكثر شيء يستعمل غولد مان عمدي يحسبون الريست يعني حسبون الريست كم كونستريشن مال واحد والأربعة بالمئة والكونستريشن مال تأخذون من ذلك اللكتور شنو طبعاناني أستعمل على موض سيفرال ديفرانس أيون مجموعة من الأيونات المختلفة يقول لك إذا أنا جيت حسبب غولد مان رح تطلع سالب 86 ملي فولت وإذا استعملت مايكرو إلكترويد هو هو الجهاز رح تطلع سالب 75 ملي فولت ليش لأن يعني الجهاز يلقوا برميابوليتي صحيحة بينما غولد مان يعتمد على أرقام ثابتة وهو ماكفة شيء يسمى أرقام ثابتة ماكو شيء يثابت بالطب أكو أحد الأساتذة الدكتورة فاضلة عندنا موجودة بالكلية قالت بأنه ماكو شيء يسمى أولويز بالطب من يجيك أم سيكيو يقول لك أولويز وهو ترو فولس قبل حبا فولس ماكو شيء يسمى أولويز بالطب فيعني هذا الاختلاف موجود زيان يقول لك الأنمال سيلت هذا نقط في منبرينة بوتينشيال آت ريست ذات رانجي فروم سالب 20 لسالب 90 ملي فولت تمام منص 20 ومنص 90 ملي فولت يقول لك بأن الخنائر الحيوانية يتراوح الممبرين بتيش ومالتها من نائل هنا زيان راح يرجع عندك مجموعة من المعلمات المعادة يعني ها تقريبا معلومات كلها معادة عليك فشي جديد بس إثناء هذا كلنيكل وهذا ملاحظات تهيئة للستيشن الرابع أول باب يعني تقريبا معادة تنتهي المحاضرة فخلينا ننجي على هذاني يقول لك أنا عندي شنال تمام ما تكون ليك تكون قيتد وهذاني القيت ما تتنفتح من السيلة استيميليتد من تتفعل وأنا عدي توتايب أكو عندي لقيتد يعني ترتبط بيها مادة كيميائية كيميكال في يقول لك هاي من ترتبط بيها مادة كيميائية راح تتفعل عندي البوابع على سبيل المثال أكو عندك بالسنافسي من يجيني ستايب كوني يرتبط بالرسبترات راح تنفتح عندي القيتد يعني شنو هذا الكلام باشوف أنا عندي بالأعصب عندي هذا عصب تمام هذا العصب مات وعندي هذا العصب اللي بعد زين اجيت آني سويت أكشن بتينشل أنا دا سوي هنا أكشن بتينشل راح تعلن بسيشن الخامس أنه مناني أخلص الاكشن بتينشيل أنا راح هنطفد يعاز الداخل يحرر لي كالسيوم أو يدخل لي كالسيوم للداخل هذا الكالسيوم شح يسوي راح يخلي نيورو ترانزمتر أنتي زين دن نيورو ترانزمتر أنتي ليهن أستاي كولين أي سي اتش أستاي كولين هذا صديقنا اللي دائما راح يمر علينا يتحرر للخارج راح يسعندي أستاي كولين هنا هذا الأستاي كولين راح يجي يرتبط برسبتر هنا موجود يجي يرتبط هنا بهذا الرسبتر من رتبط هاي المادة الكيميائية اللي هو ناقل عصبي بهذا الرسبتر راح يرجع يفعلي قنوات ما الصوديوم هي كانت مزدودة تمام لأن هي هنا راح تنفتح راح يصير البوابة ومالتها هيش ورح يدخل الصود يوم وبراحته ومن يدخل الصود يوم راح يرجع يسوي أكشن بتنشيل مرة ثانية وهذا العصب همي راح يرجع يسوي ليفد إشارات الطفل لحد ما توصل للأخير واحتمال تعيد نفس العملية أو تسوي ليفد شي جديد فوسط تلك الفكرة هذا معنى لأنه تجيني في دموات كيميائية ترتبط برسبتر تمام وهذا كله بس هشنات الجاي كله راح يتوضح ترتبط برسبتر راح تنفتح عندي هاي القناة تسوي لي اكشن بتنشيل احجمال هي جي بروتين وبعدين راح تعرف شنو هو الجي بروتين هذان كل الأشياء سابقة لأوانها بس ثانية مجبورة لطيكيها لان هي موجودة قدامك يعني في هالمحاضر اكو عندك فولتج جيت تشنل مثلا من وصل الفولتين معين راح تنفتح عندي البوابات يعني شنو يعني مثلا مثلا عندي هاي الخلية اكو بيها خلان سوي بارشيال لحظة اكو بيها هذا وهذا زيان هذا ليك هذا ليك تشنل مالد صوديوم يخلي الصوديوم يفوت براح تحسب الدايب فورس مالتو هذا الشي تعلمنا وحفظنا زيان اكو عندي هنا مو مو شو اسمه ليك لا اكو عندي هنا قيتت عندي هنا في الشي مزدود زيان هذا يتغير حسب الفولتية انا جد الفولتية يا مالخلية يا مالتي سالب 75 مثلا مثلا من الصير من الصير سالب مثلا خمسين او سالب 60 زيان راح نفوت مرحلة اكشم تنشيال راح تنفتحها البوابة من تنفتحها البوابة راح يدخل الصوديوم وبقوة لان البرميابول وشمال ترتفعت فخاف تقول له مثلا التبليك كنت تعاندني لان صوديوم يفوت قليل لان البرميابولوتي مالتي ضعيفة هسا اني انفتحت عندي قنوات في مليون قناة اللي هنا فولتج قيتت انفتحت نتيجة للفولتية الفولتية كانت سالب 75 نزلت للسالب 50 او للسالب 60 هذا كل اكشم تنشيال ساشن الجاي انا دام اهدك الى انفتحت عندي الفولتج قيتت اللي تعتمد عدل تافية او تعتمد على الممبرين وتنشيال وهنا البرميابولوتي مالتي صارت في شي خارق في شي جبار ودخل لان كل قنوات الصوديوم وهنا خاف انا شمت سالب 60 لا هنا راح اصعد للموجب موجب عشرة صير موجب عشرين لحد ما اوصل للموجب ثلاثين او موجب اربعين فيعني هذا كل اكشم تنشيال تمام هذا معناه الفولتج قيتت انه قنوات مزدودة دائما متل تغير الفولتية تنفتح القنوات يعني اللي قيتت وكأنه مثل الباب والمفتاح باب يدوية افتحها بالمفتاح تنفتح عندي زيان بينما الفولتج قيتت لا باب كهربائية اغير الفولتية تنفتح الباب عدي وهذا كله تحتاج التفهمة للمحاضرات القادمة زيان سيقول لك عندي فاكترات راح تأثر لي على الممبرين وتنشيال هو شنوو تأثر لي على الممبرين وتنشيال وتأثر لي على الاكزايتابولوتي ما تشوف ركزي على الممبرين اكزايتابولوتي يعني شنو باو اشوف انا راح بدي احتي للمسيشن الجاي فاللي متفهمة اسا تفهمة بعدين لا تشيلهم ولا تشوف الكلام اللي قدامك داخل اذا ما تفتهم بسيشن الجاي راح تفتهم زيان شوف اني عندي هذا هذا شي يقول لك يقول لك اه هذا هو الشي اسمه الدلتا في مالتي زيان بينما هذا هو التايم بالسكند وهذا بالميلي بورد زيان او هذا بالميلي سكند للتصحيح زياني بحالة الريست هنا بالسالب 75 سالب 75 اجيت انا شوي شوي بديت اسعد لسبب ما بديت اسعد لحد ما وصلت من اوصل لهاي المرحلة من اوصل هالمرحلة اللي هي سالب 60 طبعا هذا اسعد عليك كيف كلش علي كيف يسموه سلو دي ورائزيشن هذا كل بس الشن الجاي ساعدت عليك بس اوصل هاي النقطة بس اوصل هاي النقطة اللي هي مثلا سالب 60 او سالب 50 قبل شرح يصر عندي رابط جيب الرايزيشن هذا كان سلو البطيء هذا لا راح يكون رابط زيان ليش لان انا عبرت العتبة اللي انا احتاج على موض اسوي اكشن بتينشيال اللي هي جديد سالب 60 يسموه ثريشولد فايرينغ ثريشولد زيان فهذا الفايرينغ ثريشولد من انا اكون قريب علي من انا اكون قريب بلا احساني بحالة الرئيس بعيد علي يعني فتسالب 15 فاحتاج فتشي صعدني على كيف يلا اصير قريب علي زيان زيان اذا اني نزلت عن حالة الرئيس راح ابتعد وهوي 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 عن الثريشولد ففرصة تصير اندي اكشن بتينشل او فرصة انه الخلية تستثار وتسوي لي عملية نقل اشارات كلش ضعيفة لان انا بتعدت عن الثريشولد ده ابتعد وابتعد اكثر عن الثريشولد ده ازود السالبية زيان فاني مند ازود السالبية ده اقل ومن ده أقل السالبية و أذهب باتجاه الموجب، ده شنو؟ أخلي الخلية مثارة أكثر لأن قريبا على الترنشولت، فأني ده أزود الإكسايتابولوتي. يقول لك شن الأشياء التي تأثري على الإكسايتابولوتي مالتي؟ أكيد الآيون كونستريشن، تراكيز الآيونات. يقول لك أي تغيير بالنورمال آيون كونستريشن بالإنساد أو الآيونات ستأثري على الممبرين الإكسايتابولوتي. لأننا مثل ما نعرف بأن الخلية مالتي هي بالسالب 75 نتيجة لترتيب معين للآيونات. إذا هذه الآيونات تغير الخارج أو الداخل مالتها سيختلف عندي هذا السالب 75. فبالتالي احتمال سأسعت باتجاه الموجب فتزيد الإكسايتابولوتي أو أنزل باتجاه السالب فتقلل الإكسايتابولوتي. مثلا شنو مثلا عندي حالة مرضية أو حالة أبنورما أسميها هايبركاليميا زيادة البوتاسيوم بالدم بالإكسايتابولوتي اللي هو الإنترافاسكولار والإنترستيشال. زيان هنا شح يصير عندي؟ تنك باوته. زيان بحالة الهايبر نتريميا شح يصير عندي؟ هذا كوز عليكم بالهايبركاليميا وبالهايبر نتريميا. هذن هاي زيادة الصوديوم بالدم وهاي زيادة البوتاسيوم بالدم. هذا كوز عليكم. شوف لي من هذن يزداد دم بالدم. ش رح يصير على الغلية اللي إحنا صار لنا محاضرتين نسولف بيها اللي هي هاي. ش رح يصير بيها. هل رح يتغير هذا الرقم إذا صعد باتجاه الموجب معناه زادة الإكسايتابولوتي. وإذا رح باتجاه سالب معناه قلة الإكسايتابولوتي. فبالهايبر كاليمة وبالهايبر نتريميا ش رح يصير عندي رح تزيد الإكسايتابولتي لو تقيل. هذا هو الكوز عليكم بهاي المحاضرة. إلكترجينيك بوم. السود يوم بوتاسيوم بوم. السود يوم بوتاسيوم بوم. السود يوم بتاعلمنا بأنه هي الش يتسوي تدفع ثلاثة سود يوم للخارج تسحبتين بتاسيوم للداخل. هذا رح يولد لسالب أربعة ميلي فولت يؤثر لي على المنبرين موتينشيال أيضا. فهي سالب أربعة. ش رح تسويلي رح تتخليني أبعد عن التي رشورت رح تقلل إجزايتابولوتي إذن السود يوم بوم تتقلل الإجزايتابولوتي مالتي. دعونا نضعه بلون مغير لأن هذا يعتبر في العنوان أساسي يقول لك إن داريكت لصوديو وموتاتيوم بوب مهم جدًا ويجب أن يكون مصحباً لتأجل إلى المحاضرة القادمة لأنني ستستوعب بالكلام الآن يقول لك هنا دينطيني في مثال حي مثل ديجوكسين والأوبين هذا يمكن أن يساولي بلوك للأكشن مع هذه البمب يعني أنا جيت عندي دراجات أدوية راح تسد لي هاي البمب ثم راح تطفيليها، ما راح يصير عندي يقول لك بلوك الأكشن من هذه البمب ويؤثر على الممبران بوتانشيال وسبسكوينتاً الوضع هذا همين يعتبر كوز عليكم أنا عندي صوديوم بوتاسيوم بومب ما تسوي؟ ذكرناها بذيت شيء بلاكن السلايب إذا أنا إجيت طفيتها إذا أنا إجيت طفيتها، شو اللي راح يصير عندي راح تزداد الإجزاء تبولتيا راح باتجاه الموجب لو راح تقل الإجزاء تبولتيا راح باتجاه السالب هذا همين بحثوا عنه أو فكروا بيه وهو كل سهل يعني بس تحتاج أن تشويه تبحث زين بعض الأشياء من الوضع سوف أمهد الموضوع القادم لأن هذا كله متعلق بالمحاضرة الجاي أو فسيشن الجاي للتوضيح حتى أوضح لك الفكرة سوف أرجع أرسم هذا الفكرة مرة ثانية وهو ماتاكشن بوتينشيال هذا شنوه؟ هذا التاين بالميلي سيكند وهذا هو الممبرين بوتينشيال أو العفو هذا دلتا في ميصر نقول ممبرين بوتينشيال حسنا من الموضوع الوضع بالميلي فولت أني هنا بحالة الـ ثالب خمسة وسبعين ممكن يصير عندي فاتشي هنا دخول صوديوم بطيء يساعدني باتجاه الثريشولد العتبة أي فأنا وصلت لالثريشولد سوف تفعل عندي الأكشن بتنشر. سوف أصعد من الموجب 30. جيد. أنا أحتاج أنزل مرتلخ. سوف أنزل عن طريق. حسب الله هنالشين وقلنا الصوديوم سوف يدخل لجوه. الصوديوم سوف يدخل لجوه. جيد. أنا صرت موجب كل شيء. فما سوف أفعل؟ من أوصل إلى هنا. هنالشين فتحت عندي. فتحت عندي قنوات مع صوديوم. سوف تفتح عندي. سوف تفتح عندي قنوات الموتسيوم. لكن ما هو؟ أنا نزلت للسالب ورجعت لحالة الريست إليه سالب 75 غير المفروض تنسد عندي هؤلاء قنوات السوديوم خلص الوقت مالتها قنوات السوديوم انسدت انتهى الوقت مالتها فتسبت تعدني الموجة بثلاثين وتفعلت عندي قنوات البوتاسيوم فأنا رح أرجع هنا غير المفروض من نرجع لحالة الريست تثبت عندي قنوات البوتاسيوم وتنسد رح يقول لك لا هي تنسد على كيف طنوات بوتاسيوم تنسد على كيف تمام فبما أنه يتنسد على كيف أنا رح حنزل جو الريست أصلا رح حنزل لسا لتسعين وبعدين شوية شوية رح أرجع للريست هسا قاني شرحت لك الأكشن بوتينشيال وبالمحاضرة الجاية رح نسولف تفاصيل عنه أكثر رح نعيد هذا الفقر والمخطط ألف مرة فشنو دخل بهذا السلايد اللي آني أرد سولف لك عنه هو كل اللي علاقة بهذا الفقر شوف عندي قناة الصوديوم الفولتج لها ثلاث حالات وقناة البوتاسيوم الفولتج لها حالتين زين أقول لك قناة الصوديوم مالتي الحالة الأولى اللي هي حالة الريست شنية حالة الرس شوف خنرسم المخطط وكل شوية نبدي نسوفت حركة معينة نجي هنا بحالة الرس اللي هي سالة 75 زين هاي قناة الصوديوم عدي شبيه قنوات الصوديوم رح تكون مرستة بها بوابتين البوابة الخارجية رح تكون اكتيفيشن متفعلة لين هي الباب شنو وظيفتها تنسيت فمن أقول لك باب متفعلي عن باب مزدودة فيقول لك هنا عدي اكتيفيشن جيت يعني الباب الخارجية مزدودة زين والباب الداخلية شرح تكون رح تكون مفتوحة فهي ان اكتيفيشن جيت وقاني الخلية ما تتبح حالة الرس اللي هي سالة 90 حتي مرتب زين انا ساعدت الحالة الثريشولد سوية سوية اللي هي سالة 60 خلي نقول زين فهنا الخلية صارت اكتيفييتد بتتسوي لي اكشن متنشيال فرح انتقل من السالة بتسعين للموجب 35 او موجب 30 ايا كان زين شح يصر عندي القناة رح تنفتح هاي الباب اصلا مفتوح وهاي الباب همين رح تنفتح زين حتى رح يدخل الصوت يوم عندي الى داخل الخلية ويزيد الموجبية بحيث انا انتقل من السالة 90 للموجب 35 فرح يصير بالمخطط انه انا من وصلت للترشولد ارسم بلون مغاير رح اصعد صعود كلش قوي اللي هو دخول الصوديوم زين هذا دخول الصوديوم مالتي زين انا وصلت لهاي النقطة خلاص الوقت مالتها هي تنفتح نتيجة للبولتية وتنسد نتيجة للوقت خلاص الوقت مالتها انسدت هنا قناة الصوديوم مفروض تنسد هنا زين اللي هي بالموجب 35 بس الانغلاق مالتها ما تشان عادي ما تشان نفس حالة الريست صار انا مو كانت عندي هذيك البوابة هاي مزدودة وهاي مفتوحة اهنا صار العكس صارت البوابة الداخلية هي المزدودة اكتوبيتد والبوابة الخارجية هي المفتوحة اكتوبيشن زين ليش رح اقول لك قناة الصوديوم بهاي الحالة تصير بهاي الحالة حتى ما تسمح بحدوث اكشن بوتينشيال مرة ثانية انتظرها في بيريود معين ووقت معين حتى ترجع لحالة الريست اللي هي هاي اللي اقدر اسوي بها اكشن بوتينشيال اهنا ما اقدر اسوي اكشن بوتينشيال تمام اهنا اقدر اسوي اكشن بوتينشيال فهاي التغيير بالهيكلية مالة البوابة مهم ليش مهم لان هاي البوابة تقدر تسوي لأكشن بوتينشيال قادرة انه تسوي لأكشن بوتينشيال لان هاي الباب هي تنفتح نتيجة للفولتية بينا ما هاي ما تقدر تسوي لأكشن بوتينشيال لان هاي الباب ما تنفتح نتيجة للفولتية راح تبقى دائما مزدودة اذا استنتج من كلامنا انه انا من وصلت لهنا حتى من بديت انزل حتى من بديت انزل باتجاه الريست اذا اجتني هنا فإثارة معينة للعصب او هنا اثارة معينة للعصب او اثارة معينة هنا للعصب مستحيل مستحيل والف مستحيل يصير عندي اكشن بوتينشيال مرة ثانية اكشن بوتينشيال نوت اخر ليش لان قنوات الصوديوم مو بحالة الرست بحالة ال inactivated اللي تكون البوابة الداخلية هي المزدودة والبوابة الداخلية don't stimulate or down by voltage difference فمهما كانت الفولتية البوابة الداخلية مزدودة يعني مزدودة يعني هاي البوابة الداخلية تنسدوية الوقت وتنفتح ويالوقت بينما الخارجية تنفتح ويالفولتية وتنسدوية الوقت ثبت هاي الملاحظة يمك لان ات اذا ثبتتها وحفظتها ملزمة ونص من الأكشم متين شى اللخلصة السيشن الرابع خلص هسا وانتظت بوء هذا الفيديو قنوات سبوتاسيوم شل الوضع مالسا قنوات سبوتاسيوم بحالة الرئيس رح تكون مزدودة زيان يعني فوق ما هو مسيطرة فوق ما البيار مالوالتيما التقوية والليكتشنالات تقوي أفتح القنوات لا أكيد رح تكون مزدودة زيان أنا من أريد أرجع لحالة الرئيس هنا من أجر درجع لحالة الرئيس زيان لازم شي يكون عندي لازم النزول يكون باتجاه السالب فأنا البوتاسيوم لازم يطلع عندي البوتاسيوم لازم آوت ففتحت هاي القناة فتحتها وصلت لحالة الرئيس شتيدك يا البوتاسيوم رجعتني السالب 75 ورجعت لأهلي بخير وسلامة ممنون من عندك ها هي كلفتك قالك شون كلفتك أنا أنسد على كيف أنا برجوازي أتحكم بالموضوع بكيفي أنا قناتي وأنا المسيطر والخلية مالتي وأسدها على كيف يعني أسدها على كيف ورح أبقى القنوات مالتها بقيها مفتوحة زيان ورح يبقى البوتاسيوم يطلع لبرة ورح تبقى الخلية تتجه بالاتجاه السالب وتنزل عن الرئيس ممكن توصل لسالب 90 ممكن توصل لسالب 95 تمام؟ وبعدين شوية شوية تبقى ترجع لحالة الرئيس اللي هي سالب 75 فس أنا وضحت لك الأكشن وتينشل وهنا شوف كاتب لك سلو اكتيبيشن أوف جيت تنسد على كيف تتفعل على كيف البوابة فهنا البوتاسيوم رح يبقى يأخذ راحته البوتاسيوم رح يبقى يطلع لبرة رح تبقى الأيوانات الموجبة تنسحب لبرة فالخلية تتجه بالاتجاه السالب نحو الاتجاه السالب فهي الرئيس مالتها سالب 75 نزلت للسالب 90 نحن لم ن Istitle تبقى سنقوم بالسالب اخير السالب وما لأى Polarized يقوم بالإجابة سنقوم بالإجابة وإن لبتالي في انتصار بالإجابة يجب على إجابة استحقاقه وتنتهمه أكثر الباقي المحاضرة على خطة السمية للأسقاط فرد تكون هنا 26 أو 17 السلادات فرغة سأكت بحطة، أعتقد أنها بالسلادات ممتع في بها ولكن لا أستطيع أن تبقى لكي أنه سأفعل تغيير بالممبرين بتنشيل الذي هو Action Potential سوف أجعل الخلايا تتواصل مع بعضها البعض مثل الاكشموتينشل يصير بالأعصاب أو يخلي المصل تتقلص أو يفرض لي هرمونات من القلانت أو يطيني نيورو ترانزميتر بالأعصاب يعني همي أن نرجع للنقطة الأولى يعني الثالثة تابعة للأولى هاي خليها ببالك يعني خاف تقول شمي الفرق ماكو فرق الترانزميتر بالأعصاب يعني أنا عندي هنا عندي هنا شنو شون هسأ يا لون أرسمها والله ما أدري عندي هنا هاي البشرة هاي البشرة تمام رح يكون مرتبط بيها عصب هاي أول مربحات الشو عصب أزرق المهم رح يرتبط بيها عصب من أنا أجي أطخ هاي البشرة هاي جلد ماتي تخيتها أنا لكن عندي هنا عصب حساس يتحسس من البشرة فرح يأخذ معلومات يحولها هاي أخذ هاي المعلومات الفيزيائية هسأ شنو هنا هي طاقة فيزيائية قلنا احنا بالطاقة لا تفنو لا تستحدث ولكن تحول من شكل الى آخر فتحولت من هاي اللمس التوتش تحولت إلى طاقة الكهربائية وصار عندي أكشو بوتيشل رح ينتقل بالعصب الحسي ويظل ينتقل هاي الشكل لحد ما يدخل الى داخل الاسباينال كورد الاسباينال الاسباينال كورد زين و ما اسمه ولي بعدين رح يروح للدماغ ماتي اللي هو البراين فهذا معنى النقطة الرابعة لانه السينسيشن رح يتحول الى اكشو بوتيشل او بوستاناتيك اكشن لك الريفلكس شوف شايف الدكتور من قاعد بالعيادة ماتو يجيب هادا تشاك كوتش او الهامر ويضرب على الركبة مالبيشنت زيان هاي هناش ده يسوي ده يخلي العصاب وتسوي الى اكشو بوتيشل تروح للسباينال كورد الاسباينال كورد يقول لك انا هاي العصاب مرتبطة بالعضلات ما ارجع للدماغ بيها لا قبل انطي امر بانه العضلات تسوي لفتحة ركم معينة فتشوفوا الرجل تسعد من الضرب على الركبة هاي سموها رفلكسيز تاخذها اكثر بالاوسكي وتاخذها اكثر بالمرحلة الثالثة ان شاء الله هنا مطيق بهذا السلايد نيرنست اكويشن مالة كل ايون موجود عندك فعندك مالة كوتاسيوم عندك مالة الكاليسيوم الصوديوم الكلورايد يفضل ان تحفظهن للأيام ما تعرف شنو ممكن يجيك وطبعا هذا الفقر ما بيفت فكرة جديدة وصلنا لنهاية محاضرتنا اتمنى ما شبت تولاست عليك اي معلومة ما وفهمتها بالساشن الجاة رح تكون واضحة كانوا يواكم احمد او ميلان بفورمي ميديكال تيم سي يو ان ده نيكست لكتشور